السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التربة الحمراء كعلاج تربة البحر المتوسط الحمراء وهي تربة تتكون تحت ظروف مناخ البحر الأبيض المتوسط فوق الصخور الكلسية أو البازلتية وتكون غنية بأكسيد الحديد ومنها أخذت اللون الأحمر قديما استخدم الفلاحون في قرى حران شمال الأردن التربة الحمراء الناعمة أو ما يسمى الحرث لعلاج مرض الاصماط وهو التحسس والتهابات جرثومية التي تسبب طفح جلدية عند الأطفال حيث كنت أرى الجدات والأمهات تنخر التربة الحمراء حتى تجعلها ناعمة وتضعها مكان صماط عند الأطفال وتكرر العملية لمدة قصيرة حتى يختفي الالتهاب الجلدي حديثا قام فريق بحثي أردني أمريكي بأبحاث على التربة شمال الأردن وقد أثبتت فعالية التربة الحمراء في معالجة الالتهابات الجرثومية التي تسبب الطفح الجلدية والتهابات الحفاظ عند الأطفال وتعد الطبيعة أهم مصادر المضادات الحيوية على الإطلاق خاصة بعض الأنواع المايكروبات القادرة على أنتاج مضادات حيوية جديدة وفعالة مثل تلك الموجودة في التربة الحمراء والتي تتواجد في شمال الغربي للأردن في سهول الرمثة وحوارة إربد وعجلون وجرش الجزء الجنوبي من سهول حوران إن التربة الحمراء تحتوي على المعادر الطينية مثل المونت مورلرايت الذي له القدرة العالية على الامتصاص فتخيل يا رعاك الله محدثكم الدكتور أحمد الغرائب ترجمة نانسي قنقر